مرحبا بحضرتكم من جديد في فقرتنا الرئيسية النهاردة وهنتكلم بالتفصيل فيه عن الضور الهام اللي بيقوم به نواب تنصقية شباب الأحزاب والسياسيين بتزامن مع استعدادات انطلاق الجلسات النقاشية بين المشاركين في الحوار الوطني من مختلف القوى السياسية ورش عمل صالونات سياسية وده لخلق حالة من الوعي بأهمية الحوار بخلاف توصيات اللي هتخرج من هذه الصالونات خلينا نستعرض كل هذه التفاصيل مع ضفتي في الستوديو نائبة هيام أطباخ وعضو مجلس أنواب عن تنصقية شباب الأحزاب والسياسيين مرحبا بحاكسات النائبة أهلا وسهلا بك من ورانا شكرا لو تكلمنا في البداية عن أبرز الاستعدادات تخصكم كنواب تنصقية في الفترة الحالية طبعا بالتزامن مع قرب جلسات الحوار الوطني طيب يعني الأول أهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين اللي بيشوفونا جميعا يعني خلينا نتكلم في البداية هو كان إيه أهمية الحوار الوطني بالنسبة لينا كتنصقية شباب الأحزاب والسياسيين في البداية إحنا بدأنا أن إحنا نشوف أن الحوار الوطني من أحد أهم يعني المخرجات اللي هترسم ملامح الفترة القادمة في المجتمع المصري ويمكن كمان هو إحدى الأدوات اللي بتصنع القرار وليس كل الأدوات فكنا مؤمنين جدا كنواب تنصقية شباب الأحزاب والسياسيين أن في بناء حاليا وتنمية بيحدث على الأرض من ضمن ألياته هذا الحوار الوطني فإيماننا وقناعتنا أصبحت مشكلة أن هي ما تبقاش بس جوانا لا إحنا محتاجين أن إحنا نخرج ده كمان على الأرض ومن هنا جات الاستعدادات لنا كنواب تنصقية شباب الأحزاب والسياسيين لأن إحنا لقينا أن إحنا في فترة يعني إصلاح سياسي أو إصلاح بقى للمجتمع ككل فالإصلاح السياسي كان جزء هام وأصيل أن إزاي يتكاتف كل القوى السياسية على مائدة واحدة لمخرجات لصالح هذا الوطن فبدأنا نشوف بقى أن فيه فرق بين يعني المجتمعات اللي بيبقى فيها أنظمة مفتوحة ومتعددة وبين المجتمعات اللي هي بتعتمد على نظام الرأي الواحد الحوار الوطني كان ترسيخ لفكرة ديمقراطية هتحدث داخل جمهورية مصر العربية بيتكاتف فيها جميع القوى على البناء والتنمية في الفرحة في الفترة القادمة فيمكن يعني خلينا كمان نتطرق بقى أكتر للسؤال اللي هو كان استعدادتنا إحنا كنواب تنصقية شباب الأحزاب استعدين بأكتر من مصاوات استعدادات النواب واستعدادات أعضاء التنصقية يمكن إحنا داخل التنصقية يمكن بنتعامل الجميع على أرضية واحدة باختلاف المهام يعني الجميع شباب الجميع صاحب خبرة إحنا متعددي المهام فيه مننا اللي موجود داخل مجلس النواب فيه مننا شباب فاعل جدا جدا في اللجان والمنتديات الخاصة بتنصقية شباب الأحزاب والسياسيين طبعا عندنا نواب المحافظين الجميع يعني بدأ أنه هو يجتمع إحنا إزاي حننقل التجربة وإزاي حننقل الاستعدادات دي للشارع يعني حاليا أنه مثلا فيه ورش أو فعاليات بتعملوا إيه طيب بنعمل إيه إحنا يمكن المجتمع المصري كله شهد حراق كبير جدا من أول أكتوبر حتى الآن إيه اللي حصل إحنا بدأنا أنه إحنا يعني نسير فيه أكثر من اتجاه كان اتجاه من ضمن الاتجاهات أن إحنا بدأنا كنواب تنصقية شباب الأحزاب والسياسيين ننزل على الأرض كان عندنا مهمتين رئيسيتين على الأرض أن إحنا ننقل للمواطن المصري أن حضرتك صوتك مسموع في حاجة اسمها الحوار الوطني ودي بتهمك أنت بشكل شخصي لأن الحوار الموطني معتمد على رأي المواطن مش على رأي النخبة فيعني دي كانت أول مهمة بالنسبة لنا المهمة الثانية أن إحنا نرفع من المواطن توصيات حقيقية على مئدة الحوار الوطني فده كان أول مصار أن إحنا إزاي ننزل للمزارع اللي في الشارع لأهلنا يعني إحنا شغلنا مش في القاهرة بس إطلاقا إحنا جميع نواب التنصقية حصل انتفاضة على مستوى جمهورية مصر العربية وخليني أسميها انتفاضة لأن إحنا نزلنا لجميع القطاعات على الأرض وده كان أول مصار فيه مصار تاني وكان هام جدا أن إحنا كنا حابين كمان نفئة الشباب لأن الشباب محتقن وشايف أن أنا فين دوري على الأرض طيب أنا ككيان شبابي موجود بقوة ككيان التنصقية على الأرض كان مهم أن أنا يكون ليه دور بدأنا أن إحنا ننزل داخل يعني أنحاء الجمهورية وبدأنا أن إحنا نتوجه للجامعات للكيانات الشبابية الموجودة الفاعل على الأرض علشان نقدر ناخد منهم توصيات وده كان المصار التاني كان عندنا مصار كمان هام جدا أن إحنا داخل بقى تنصقية شباب الأحزاب والسياسيين حتى اليوم إحنا ما توقفناش عن الصالونات وورش العمل اللي حاولنا أن إحنا نخرجها بشكل أساسي من الأرض علشان ننقل أهم القضايا تكون كمخرجات على طاولة تنصقية شباب الأحزاب والسياسيين التنصقية كلها من الشباب وهي كيان شبابي في الأساس ونقلة نوعية ربما ستكتب فيه تاريخ مصر بعدد الأعضاء الموجودة الشباب من خلال تنصقية وجرها تعاملكم مع الشباب وشباب بيكلم شباب شايف ده إزاي وهل ده بيوصل بصورة أسرع لمتلقي المعلومة أو متلقي الخدمة المعلوماتي اللي بتهدينا إحنا نتكلم بصراحة على أرض الواقع مما يحدث ومما اللي شاهدوا اللي شفناه على أرض الواقع يعني يمكن قابلنا مجموعة من التحديات في البداية إن أيوة هو ليه حضرتك شاب زي موجود في المكان ده وأنا مش موجود فبدأنا إن إحنا نخلق بقى توافق في الفكرة إن لا أنا كمان جاي من الأرض وجاي من خلفيات زي اللي حضرتك كنت موجود فيها بجانب بعض الاجتهاد أنا محتاج بس شوية اجتهاد وشوية إن أنا أكون مؤمن بفكرة إن أنا مش هاخد حد كده من إيده وأقول له تعالى تفضل حضرتك في المكان ده لا أنا محتاج إن الشاب نفسه يكون مؤمن بقدراته ينميها طول الوقت يقول أنا حوجد لنفسي مكان في هذا المجتمع فبدأنا إن إحنا لأ نتقارب حالين مع الشباب على أرض الواقع ويمكن من البداية لأن يعني من البداية التنسيقية قائمة في الأساس على الشباب فيمكن ده اللي بيقرب وجهات النظر وبيخلينا يعني متقبلين أكتر كشباب بقى داخل الجمهورية إن إحنا ننقل أفكار لبعض في هذا التوقيت الحريق طيب أنت قلت أنا مش هاخد حد من إيده وأقول له تعالى هواديك في مكان ما الرئيس عمل كده وقال للأحزاب والكتلة السياسية في مصر تعالوا أعملوا حوار بدعوة من رئيس الجمهورية بنفسه في إفطار الأسرة المصرية هل تلقفت القوى السياسية والأحزاب في مصر هذه الدعوة بالشكل المسؤول؟ طيب خلينا نقول إن هي كفكرة يعني حديثة شوية كانت من يعني المفترض إن هي تثير بلبلة ده يعني كان مما لا شك فيه فعلشان كده يمكن إحنا لحد دلوقتي واخدين هذا التوقيت في الإعداد وأعتقد إن التوقيت ده هو آطال يعني بعض الشيء ولكن طول هذا التوقيت بيخلينا نوصل لمراحل توافق أكتر بين القوى السياسية إحنا موجودين أطراف مختلفة بطيارات مختلفة لسه محتاجين إن إحنا نستوعب أفكار بعض أكتر يعني نهضم على الأقل الفكرة إن إحنا قاعدين كلنا على مائدة حوار ويمكن هي دي فكرة التنسيقية بقى في حد بالزبط ده حصل في الأساس في تكوين التنسيقية أشكرك يعني هي دي أصلا فكرة التنسيقية إن إحنا من طيارات مختلفة والجميع على مائدة حوار وبنطلع برؤية واحدة في الأخير الدور اللي أنتوا بتقوموا بيه كنواب وكأعضاء في التنسيقية من صالونات وورش عمل وما إلى ذلك أعتقد بعض الأحزاب بتقوم بنفس الدور هل فقط ده هو الكافي ولا لازم الأحزاب تنزل للشارع للشباب زي أنتم بتعملوا في التنسيقية طيب إحنا كمان لما بننزل للشارع عن التنسيقية فإحنا بننزل عن الأحزاب اللي بنمثلها اللي بتمثل في التنسيقية بالزبط يعني إحنا مش بننزل بس كده كنواب تنسيقية أو كأعضاء تنسيقية التنسيقية كمان بيمثل جواها تقريبا معظم الأحزاب اللي داخل الدولة المصرية فيمكن ده كمان هو اللي بيجمع بنا وبيخلينا على رؤية واحدة ويمكن التنسيقية كمان بدأت أن هي تاخد مبادرات وتنزل للأحزاب في مقراتها وتجيب الأحزاب كمان مقر التنسيقية علشان نقدر أن احنا نخرج للشارع في الأخير برؤية سياسية مكتملة يعني ما فيش طرف غائب عن الطرف الآخر طبعا عندي تنسيقية بتجمع تقريبا كل الأحزاب في مصر وأعتقد كمان فيها مستقلين طبعا وعندي مجلس أمناء للحوار الوطني كمان بنفس الصيرة الأي مدن ده هيساعد وهيدي بشه تخير على نجاح الحوار الوطن يمكن التعدد الأفكار وتفاعل الرؤى اللي موجودة واختلافها يعني أعتقد أن احنا محتاجين بس نؤمن أن الاختلاف هو صراء وتنوع في حين أن فيه طرف بينحيز لفكرته الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضي اطلقا يعني بالضبط يعني ده تعبير أوقع فيمكن كمان أن أنا أكون مؤمن أن أنا أبعد عن التعصب للفكرة لأن ده يعني حيرجع بي بقى أن أنا أروح لخلاف مش لاختلاف اللي أنا كنت عايزه الثراء والتنوع أعتقد ده اللي قائم عندنا داخل التنصقية وأعتقد كمان ده اللي في مجلس أمناء الحوار الوطني في الفترة الحالية نزلت الشارع بصفتك مواطنة مصرية شابة مصرية عضو عن حزب وعضو عن تقف التنصقية ونائبة بالبرلمان المصري الخمس أوجه مختلفة أو خمس أدوار اجتماعية إيه اللي رسطيه بيمس الشباب بشكل مباشر؟ طيب أعتقد أن احنا أصلا في الفترة الحالية أدوارنا متكاملة يعني المفهوم الجديد اللي احنا نزلين به كتنصقية الشباب الأحزاب سياسة بمفهوم جديد سياسة بمفهوم جديد ونواب بمفهوم جديد فنواب بمفهوم جديد هم غير منفصلين إطلاقا عن الشارع المصري ولا عن الشباب يمكن حضرتك لو بدأت أن أنت ترصد الدواير اللي فيها نواب تنصقية شباب الأحزاب والسياسيين هتلاقي أن النواب هم أكثر تفاعلا كمواطنين أكثر تفاعلا مع التنفيذيين أكثر تفاعلا كعضو كنائب كرقابي وتشريعي على أرض الدولة المصرية لأن ده دورنا الوطني في الفترة الحالية النائبة هيام الطباخ ماذا تنتظر كنائبة داخل قبة البرلمان من مخرجات الحرورة؟ طيب يمكن إحنا بدأنا بالفعل يعني إحنا ما ننتظرنش بقى لحين المخرجات أنا هقول لحضرتك بقى يعني من الواقع الفعلي طيب إحنا بدأنا أن إحنا من أكتوبر حتى الآن ننزل لأرض الواقع ونروح ونقابل الشرائح المختلفة والفئات المختلفة الفئات دي لها مطالب كثيرة من الظلم أن أنا أقول أن أنا يعني حيتم الزج بجميع القضايا داخل المجتمع على مائدة الحوار الوطن يعني بسؤس جمال الكشكي بيكلمني النهاردة عن أكتر من 100 ألف فكرة و100 ألف مقترحة بالزبط رقم كبير جدا فيعني خلني بقى أوضح لحضرتك ببساطة كده علشان نوضح كمان لأستاذ المشاهدين طيب من غير المعقول أن أنا حقوم بالزج بجميع القضايا اللي بتواجهني كمجتمع مصري على مائدة الحوار المصري الحوار الوطني إحنا اتفقنا من البداية أن الحوار الوطني هو أحد آليات صنع واتخاذ القرار وليس كل الآليات فبجانبه النواب كمان ليهم دور أصيل وده اللي إحنا بدأناه بالفعل كنواب تنصيقية شعب الأحزاب والسياسيين إزاي؟ إن إحنا بدأنا لما بننزل مع الشرائح المختلفة بنلاقي تحديات فأنا يعني أنا ليه دور ودور متفهم تماما كدور تشريعي ودور رقابي مع طبعا إقرار الموازنة يعني الخاصة بمورة مصر وأن المصري بطبيعته ينتظر من النائب دي من الدور الخدمي طبعا طبعا والدور الخدمي وممكن ده اللي بيمس النس بشكل مباشر بشكل مباشر فأنا لما يجي أنزل على أرض الواقع حاليا وألاقي إن أنا عندي مثلا متصدر المشهد المصري قضية زي المشهد الاقتصادي الحالي وغلاء الأسعار وعدم ضبط الأسواق أنا محتاجي إن أنا بدوري الرقابي إن أنا بقى لا أنتظر إن أنا أشوف الحوار الوطني هيتلعبوا مخرجات إيه طبعا دي قضية مهمة حتبقى على مائدة الحوار الوطني ولكن أنا كمان على عاطقي مسئولية هامة جدا 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 أنا إزاي حقدر إن أنا أكون فاعل وأسمع كمان من المواطن وأبدأ إن أنا أشركه معايا وأكون فعال والمواطن هو كمان فعال وبيشوف بعينه على أرض الواقع خليني أذكر لخضرتك تجربة يعني تجربة إحنا رصدناها مثلا من ضمن التجارب اللي تمت إن الشباب محتاجين فتح سوق عمل طيب بدأنا إن إحنا يعني نبص أغلب المشاكل اللي كانت بجلنا البطالة طيب ما تيجي معايا بقى حضرتك إن أنا أحاول أعززك بقدرات ومهارات تحاول إن أنت تنزل بيها وتفتح سوق لنفسك في الفترة الحالية مبادرات زي إبدأ مثلا طبعا طبعا مبادرة رئاسية وأنا أتشرف إن أنا إحدى خريجي البرنامج الرئاسي فكمان يعني ملمة بهذه الجواند فخليني أقول لحضرتك إن حاليا مثلا على نطاق دايرة زي الدايرة اللي أنا موجودة فيها في كفر الشيخ بدأنا إن إحنا نعمل أطلقنا مبادرات لفتح سوق العمل بدأنا إن إحنا كمان نجمع الشباب اللي في المجتمع حوالينا مش بس الشباب شباب وسيدات ورجال على أفكار تمكنوا بمهارات تقدر بيها إن هو يكون عامل منتج الدولة المصرية في الفترة الحالية هي مش محتاجة يعني أطراف فقط تنتظر ما سيأتي أنا محتاج إن الجميع يبقى إيجابي الجميع يبقى مؤثر في مكانه الجميع يبقى نائب ما ينتظرش بس النائب طيب يا أستاذ أنت تتكلموا كلام كويس وكلام حلو في تلفزيون أنا كشاب أعمل إيه أروح فين طيب خليني برضو أقول لحضرتك إن إحنا في الفترة دي بدأنا إن إحنا بأكتر من اتجاه بنتحرك وخليني أقول لك كنواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسية بدأنا مثلا إن إحنا في نادي مدربي التنسيقية بدأنا ننطلق في المحافظات ويمكن دا كان سابقا وحيعود تاني بقوة إن أنا بمكن الشاب سياسيا عن طريق دورات مثلا للمحليات طيب هل دي لفئة معينة إطلاق أنا بفتح المعايير وببدأ إن أنا أطلق الشباب وابدأ إن أنا ممكنهم سياسيا ببدأ دلوقتي مثلا إن أنا زي ما قلت لحضرتك مقرات النواب هي مقرات نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بدأنا إن إحنا نعلن عن بعض المبادرات اللي بتمكني في دورات علوم الكمبيوتر ودورات فتح سوق العمل وبدأنا دا بالفعل خلاص دا واقع على أرض الدولة المصرية حاليا المواطن حاليا بقى واعي أكتر بقى عنده قدرة على لمس المشكلات ودائما الرئيس بيراهن على المواطن المصر جدا يعني واللي إحنا شفناه كمان إن لما كنا بننزل ببعض الوعي ببعض الوعي اللي كنا بنوصله للمواطن المصري كنا بنلاقي كمان في بعض الفئات الموجودة قدامنا اللي ما نتخيلش إنه يطلع منها توصيات بهذه القيمة كانوا طبعا يعني بيفوقوا التوقعات كمان وبيفوقوا التصورات كنت أسألك عن دور النواب بصفة عامة في الدوائر باعتبار أنه مجلس النواب ومجلس الشيوخ بيمثلوا كل مصر طبعا وكل قرى مصر دورهم إيه في توعية الشباب بأهمية وقيمة الحوار الوطني طيب يعني يمكن إحنا عندنا كمان صفحات نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وصفحات الصفحة الرسمية للتنسيقية وصفحة النواب هي طوال الوقت بتمد المواطنين بمعلومات ده عن طريق السوشيال ميديو عن طريق بقى أرض الواقع إحنا زي ما أكدت من أول ما تواجدت محاضرتك حتى الآن إحنا مش منفصلين إطلاقا بالرصد الميداني إحنا على أرض الواقع أنا مش بتكلم عن نواب تنسيقية أنا بتكلم عن نواب صفحة عامة النائب بشكل عام هو دوره خطير جدا في المرحلة دوره خطير لأنه هو رمز من الرموز الموجودة داخل الدولة المصرية اللي بيثق فيها المواطن المصري وبيتوجه لها في صناديق الانتخابية وبناء عليه النائب عليه يعني مسئولية في التوعية كبيرة جدا وخطيرة جدا انتجاه المواطنين الموجودين حوالي في دايرته ده فيما يخص المواطنين فيما يخص المجلس نفسه وكلمين عن قدية التنسيق ما بين المجلس والأمان العامة للحوار الوطني يعني يمكن إحنا حاليا بدأنا أن إحنا نشتغل على شقين همين جدا أن الحوار الوطني ما يعني نتج عنه حتى الآن من المناقشات اللي إحنا نزلنا فيها على أرض الواقع سواء على الأرض أو في التنسيقية أو كنواب بقى أي قطاع يعني أو أي فئة بشكل عام إحنا بدأنا أن إحنا نحول ما رأيناه حاليا من توصيات تم رفع طبعا على مائدة الحوار الوطني ده أول اتجاه تاني اتجاه أن إحنا بدأنا أن يتحول لأدوات رقابية أنا بملك في إيدي أدوات رقابية يعني ممكن تكون يعني باب فتح مهم جدا في القضايا الهامة لترحها المواطن فبدأنا فعلا بالفعل يعني الآن أن إحنا نعرض هذه الأدوات الرقابية ونأمل أن في الأخير توصيات الحوار الوطني إما أن تكون أدوات رقابية أو أدوات تنفيذية التنفيذي نفذها على الأرض أو أفكار وبرامج جديدة أو أفكار طبعا وبرامج جديدة إزاي يخرج الحوار الوطني بنتائج توفقية يحس بها المواطن في الشارع بشكل سريع طيب لما أبدأ أن أنا يعني أحط إيدي فعلا على القضايا الهامة للمواطن أنت عارفة مصر فيها 100 مليون خبير اجتماعي واقتصادي وسياسي طبعا في كل المجالات في كل المجالات فيعني لما أبدأ أن أنا أحط إيدي فعلا على القضايا اللي سمعتها من جميع الفئات يعني مثلا على سبيل مثال قضايا الأحوال الشخصية أو قانون الأحوال الشخصية لما أبدأ أحط إيدي على قانون من العشرينات لم يطور حتى الآن والدولة المصرية كلها بتبحث عنه فده حاجة من الحاجات المفهوضة يتحقق فيها التوازن بين الرجل والمرأة وتطرح مرة أخرى طيب لما لاقي أن أنا مثلا بدأت أن أنا أحقق قانون زي المحليات وبدأت أشرك الشباب مرة أخرى قانون الإدارة المحلية لما لاقي أن أنا مثلا بدأت مباشرة الحقوق السياسية وأن أنا بدأت ألقي عليه نظرة مرة أخرى وأشرك مرة أخرى الفئات معايا يعني داخل هذا القانون ففي قضايا مهمة جدا هي دي اللي هتخلي المواطن يشعر بنتائج الحوار الوطني على أرض الواقع فيما تحدث عنه فكرة التوافق بداية ناقاد الجلسات التماديد للحوار مع شغل الكبير اللي تقوم بلجمة العفو الرئاسي والإفراج عن بعض الناس الدلالة والرسالة يمكن يعني أنا نفسي بأزهل أن إحنا في وقت لم يحدث فيه قبل كده كل هذا العفو الرئاسي اللي إحنا شفناه حاليا عن المفراج عنه ويمكن بنتشرف أن إحنا كمان من داخل التنصيقية يعني زملائنا داخل لجنة العفو السياسي النائب طريق الخولي والنائب محمد عبد العزيز فإحنا متواصلين طول الوقت وبصين عن قرب عن هذه النتائج ما يحدث الآن من إشراك المعفو عنهم مرة أخرى في الحياة السياسية ودمجهم بتوجيه من السيد رئيس الجمهورية يعني ده أعتقد أن دي حاجة يعني ممكن يكون المواطن شايفة حاليا بشكل إيجابي جدا جدا ينطلي دخولكم في قلب الشارع في الفترات الأخيرة والاستعدادات والترتيبات للحوار الوطني على أجندة تشريعية يقدمها نواب التنصيقية الفترة المقبلة لمجلس النواب طيب إحنا بدأنا بالفعل يعني يمكن من متابعة الجميع للتنصيقية حاليا بنعقد ورش عمل وجلسات عمل بيليها صالونات بتكون يعني مستضيفة جميع الطواقف السياسية الموجودة داخل المجتمع أنا من شوية في الإنترو بتاع الحلقة النهاردة الأستاذ عدينا المقدم وقال بيتكلم عن قانون الأخوال الشخصية طبعا طبعا فيمكن إحنا داخل التنصيقية يعني بنتحرك طول الوقت إحنا أحدثنا حراك ومش حابين أن الحراك ده يتوقف وبناء عليه طوال الوقت حضرتك يعني حتشوف علشان نجهز بالأجندة التشريعية اللي حتقدم للحوار الوطني مختصين في جميع المجالات وليس سياسيا فقط موجودين معنا علشان نقدر فعلا نعد أجندة تشريعية قوية تقدم لخبراءنا في الحوار الوطني وحنا بنتكلم عن الاستراتيجية الوطنية لحوال الإنسان ومنقشتها داخل الحوار الوطني شايفتها إزاي؟ يعني شايفها يعني كان هام جدا أننا يكون عندنا استراتيجية وطنية لحوال الإنسان ولكن الأهم منها أن تفعل هذه الاستراتيجية حتى وإن كانت بلمسات بسيطة يراها المواطن المصري ويمكن هدي حضرتك مثال ليس ببعيد أن كان نتج عندنا كنواب تنصقية شباب الأحزاب والسياسيين في الفترة الأخيرة إحنا عارفين أن يعني برامج الحماية الاجتماعية كثرت والفترة الجاية يعني التحالف الوطني طبعا بيقدم مساعدات هائلة فبدأنا أن إحنا نبص إحنا محتاجين المواطن فعلا يتم معاملته بكرامة فقدمنا أداء رقابية وهي طلب إحواطة بلجنة التضامن الاجتماعي وشرفت أن أنا عن تنصقية شباب الأحزاب والسياسيين قدمتها داخل اللجنة اللي هي منع تصوير المستفيدين على نطاق جمهورية مصر العربية بالكامل وقد كان وتم إرسال إلى جميع جمهورية مصر العربية هذا المنشور وسيجدد كل ثلاثة أشهر حقوق الإنسان أو الاستراتيجية محتاجين أنها تفعل وما تكونش موجودة على ورق فقط إحنا محتاجين أن نراها على الأرض ونراها للمواطن ونراها في حياة كريمة حقيقية للمواطن المصري بقيت أمامي 60 ثانية إذا أردت أن تضيفي شيئاً يعني كل اللي أنا حاب أقوله أن الرهون حالياً على وعي المواطن المصري أن إزاي نتكاتف عملية البناء والإصلاح مش قائمة على طرف واحد ولكن هي قائمة على جميع أطراف العقد الاجتماعي داخل جمهورية مصر العربية التشابك للدولة مؤسسة سلطة تنفيذية والمجتمع المدني والقوى السياسية والقطاع الخاص التشابك والتشارك هو العنوان للفترة الجاي يمكن وهو ده العقد الاجتماعي اللي أنا أتكلم عنه وحضرتك ترجمت وأشكرك شكراً جزيلاً شكراً